إلى طهران ونضم لنا من هناك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود أهلا بك ياسر ما الذي يمكن الوقوف عنده من التصريحات التي صدرت هذا اليوم من المسؤولين الإيرانيين وبينهم وزير الدفاع الإيراني حول عملية اغتيال القياد في الحرس الثوري رضي الموسوي والنية الإيرانية بالرد على هذه العملية بالفعل كانت هناك العديد من التصريحات الإيرانية اليوم من بينها ما جاء من قبل وزير الدفاع الإيرانية التي أشار فيها إلى أنه سيكون هناك رد قادم لا محال وسيأتي في الوقت والزمان في المكان والزمان المناسبين وعلى الجانب الآخر كانت هناك أيضا تصريحات جاءت من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف أشار فيها إلى جوانب متعددة على اعتبار أن التصريحات جاءت في مؤتمر صحفي وتناول الحديث بجزئيات مختلفة ومن زوايا عدة فيما يتعلق بعملية الاختيال أشار يحيى إلى أن الرد الإيراني سيكون في الوقت المناسب وبشكل مناسب هذا يشير إلى أن طهران تدرس الرد بعناية وكما ذكرنا في مداخلات سابقة من أن مثل هذه الردود الإيرانية وفي هذه التوقيتات التي تعتبر إيرانيا في غاية الحساسية من حيث التوقيت ومن حيث المرحلة التي تمر بها المنطقة وما يجري على صعيد الملف الفلسطيني والمواجهات الجارية بعد أعمليات السابع من أكتوبر هذا من جانب من جانب آخر أيضا أشار إلى أن الرد الإيراني سيكون من جانبين الأول هو سيكون رد إيراني مباشر كما وصفه إلى الصهاينة مباشرة وأيضا على الجانب الآخر سيكون هناك رد من قبل الجبهات المقاومة والفصائل التي لطهران نفوذ عليها هذا الجانبان أيضا أشار إلى أنه خلال مؤتمره الصحفي إلى أن عملية السابع من أكتوبر هي تأتي ضمن نتاج الردود الإيرانية على إسرائيل فيما يتعلق بعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني وبالتالي يريد هنا الإشارة رمضان شريف لأن الرد الإيراني لن يكون رد مستعجل لن يكون رد آني لن يكون رد واحد إنما سيكون على شكل مراحل وربما سيمتد إلى الأسابيع والأشهر القادمة وربما حتى إلى سنوات وسيكون على شكل مراحل مختلفة أشكرك جزيلة شكر مراسل تلفزيوية العربي من طهران ياسر مسعود شكرا لك ترجمة نانسي قنقر